انطلقت اليوم بجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية بالرباط أشغال المؤتمر الدولي الأول حول اقتصاد الرعاية والحماية الاجتماعية بحضور وزراء ومسؤولين وعدد من الفاعلين في المجال على المستويين الوطني والدولي ويسعى هذا المؤتمر المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلال الملك محمد السادس يسعى إلى التأكيد على الاستثمار على أن الاستثمار في اقتصاد الرعاية دعام أساسية لتمكين النساء وخلق فرص عمل مبتكرة ومتجددة ويروم هذا المؤتمر المنظم من طرف وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة بشراكة مع عدة وزارات وهيئات يروم تعبئة الذكاء الجماعي والانخراط في مسار بناء منظومة مندمجة لاقتصاد الرعاية من خلال تبادل التجارب والمعارف العربية والدولية حول هذا القطاع